عندي انتباع وقول لي صحة أو غلط نكابتن طريق العشري طوال هزي المسيرة التدريبية الناجحة جدا لم يتعرض لضغوط أكتر من ضغوط اللي تعرض لها أثناء تدريبه لتحاد سكندري في الفترة الأخيرة فعلا فعلا ليه بقى؟ أولا كنت عاوز أنجح في نادية قد أول مرة أنا بطلت سنة تسعين تسعين؟ تسعة وتسعين تسعة وتسعين و من ساعة ما بطلت أنا ما دخلتش النادي من ساعة ما بطلت ما دخلتش النادي بطلت من هنا مساجة تحرص الحدود وهو في الدرجة الأولى 2000 بعدين صعدنا 2001 وفضلت المسيرة كلها التدريبية بعد كده ابتديت يعني كل شغلي خارج نادية في الأقرى بعد حرص الحدود بعيد عن الاتحاد بالضبط كده فكان طبعا ما في الشك كل واحد بيحلم أن هو يدرم فرقته وأن هو يكون مأثر بالإجابة مع فرقته وإذا لأنا كنت بحاول أن أعمله بشكل كبير جدا لكن طموحات الفريق طموحات جمهير النادي طموحات كبيرة جدا صخرة أنت يعني بتصطدم بيها يعني طموحات كبيرة ودي طبعا طموح طبيعي جدا اللي هي الطموحات كانت إياك؟ الطموحات إن الفريق عاوزين فريق بطولة فعشان تكون فريق بطولة تحصل على بطولة سواء بطولة كاس مصر أو بطولة الربطة أو بطولة الدوري تنافس على بطولة الدوري عاوزها مراحل لأننا بنيت فيها زي ما بنيت مع حرص الحدود ناس تصبر وناس تؤمن بالمشروع وناس تساند بشكل كويس جدا وما يكونش النجاح وقتي يعني حالا ممكن تحقق وبعدين تبني وبعدين تأكد وبعدين توصل الكلام ده المشروع اللي عاملو أرسنال لما أرتيت تولى مسؤولية وكانت نتاج الفريق بشكل كبير على مدارة أربع سنين الراجل متواجد النهاردة الأرسنال من أحد القوة الكبيرة جدا في الدوري الإنجليسي غير شكل الفريق بلعبين صغر السن ونهاردة الفريق يعني من الفرق بعد ما كان بعيد جدا جدا نهاردة هو من أفضل أربع أو الطفور في الدوري الإنجليسي فأنا أقصد أي نجاحات زي ما بقولك كده محتاجة منها صبر ودعم دعم كويس هل يا كابتن طوري زعلت من جمهور الاتحاد أو بعض من جمهور الاتحاد زعلت وزعلت زعلت ليه؟ يعني زعلت لأن لما يبقى أنت في بيتك والجمهور ده كان بيهتغنى بيك وانت كلعب وانت كمدارب برا للنادي وانت كبرى للنادي وبعدين تحس أن إهانات دخلة من أهل بيتك زعلت كتير جدا يعني زعلت ومش عاوز أقولك زعلت وتأثرت تأثرت لأن لما الإهانة تجيلك من أهل بيتك يعني بتكون مؤثرة أكتر من متجيلك من برا فطبعا زعلت كتير جدا جدا وتأثرت بيها كبير جدا ويمكن أحد العوامل اللي خلتني إن أنا أصر على مشي إن أنا مشي يعني أحد العوامل إن أنا أصر لن بيتش قادر تستحمل بيتش يعني يعني زي ما بيقولك كده يعني إن أي أي لاعب أو أي مدرب بينتامل المؤسسة يعني مش بياخد حقه